اشتركوا في القناة اما بتروح الموقع بتلاقي هل لديك سؤال لو طبعا مش عربي بيضغط على الانجليش تكيله الجهة الصفحة الانجليزي بتضغط بالاسفل على الموضوع بالاسفل خلينا شوف الموضوع انت عايز تسأل عن استفسار بخصوص فيروس الايدز بتضغط على هذا عايز تتكلم هنا الاستفسار بخصوص فيروس الكبد بي هنا الاستفسار بخصوص مرض السلام فيروس كورونا المستجد الامراض الجنسية الانتقالية وهناك موضوع اخرى كتير اي موضوع منهم انت عايز تسأل عنه بتسأل عنه بتضغط عليه وتسأل عنه النهاردة بقى في عندي كم سؤال بخصوص بخصوص المرض التهاب البربخ لان الفيديو ده من الفيديوهات اللي حازت على مشاهدة كتير جدا وناس كتير او تسأل تحتيه فانا عايزكم ان شاء الله كلكم في موضوع عندي عن هذا الموضوع بالتفصيل في الموقع تقدروا تشوفوه ده من ناحية بعدما تشوفوه تشوفو موضوع التهاب البربخ في بضعة اسئلة يعني تعرف نفسك فاهم الموقع ولا لا فاهم الموضوع ولا اللي انت بتعاني منه لان انت احد وسائل العلاج الناجعة انك تفهم المرض بتاعك وتفهم ازاي تتعالج منه عشان تتبع الاصول او الاصول العلاجية فالسؤال الاولاني ايه هو ما السبب المرجح لزهور الاعراض التي اعاني منه يعني انت عندك اعراض ايه اسبابها هل هي فقط هل هي بسبب البربخ ولا هناك امراض اخر ايه انواع الاختبارات اللي المفروض انك تعملها ما طرق العلاج المتوفرة ايه هي العلاجات ما مقدار الوقت المتوقع انقضاؤه قبل البدء بشعور التحسف هل ينبغي ان شريك حياتي زوجتي انها تعمل اختبار برضو معايا يعني تاخد علاج او تشخص عشان نعرف المصابة ولا لا وهل لو طلع مصابة او طلعت مصابة ينبغي ان تاخذ علاج يا ترى في اي قيود على النشاط الجزي اثناء العلاج ولا ما فيش دي الاسئلة اهم الاسئلة اللي بتدور حوالين موضوع البربخ ومشاكل البربخ يارد تبقوا تشوفوها وتسألوا نفسكم هذه الاسئلة عشان تعرفوا هل انتم فاهمين الموضوع وفاهمتوه بالدرجة ايه المطلوبة ولا لسه ماشي في بقى عندنا برضو موضوع عن البربخ يارد برضو تبقوا تشوفوه اظن اظن هو ده هو ده التاب البربخ موجود بقى مقدمة عنه تستطيع النصغ الخ 으 وبعدين الفيديوهات اللي حوالين الموضوع واسباب التاب البربخ وده مهم او تبقى تشوفو الفيديو ده و اعراض التاب البربخ وتشخيص المرض وعلاج الاتاب البربخ وفي الفيديوهات اللي تبقوايل الموضوع التاب البربخ تبقوا تشوفوها اظن يعني اللي هيشوف الشغلانه دي كلها ممكن تاخذ منك سئها ومتهيئة لساعة دي مش كتير انت عشان تنزل من بيتك وتروح لدكتور يمكن تضيع لك نص يوم او يوم بحالو انت هتقضي ساعة هتفهم الموضوع بتاعك كويس اوي تفهم المرض بتاعك كويس اوي هتقدر بناء عليه تتصرفه حتى لما تروح لدكتور تقدر تستفسر منه عن الاسئلة المهمة اللي انت عايز تسأل عنها لان بيجيني ناس كتير ايه بيقول لك ان رحت الدكتور وي 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 لانه فعلا راح للدكتور واعد من الدكتور عشر دقيق في العيادة ولا ربع ساعة ملحقش يسأله كل حاج وبعد ما بتنتهي وبتمشي ما بتبقاش عندك فرصة انك تراجع للدكتور تاني او تسأله مرة تاني فمهمة اوي انك تلم بالموضوع بالكامل موضوع التاب البربغ بالكامل وتفهمه بالكامل عشان تعرف سكتك وتعرف تتصرف ازاي وبكده اكون انا انتهيت من الفيديو بتاعي وبالمناسبة برضو اللي عايز يسألني سؤال اللي عايز اي سؤال يقص هذا الموضوع برضو لو انت عند الموقع لو عايز تتواصل شخصين مش عجبك بقى التواصل على لو مش عجبك التواصل على الموقع ومش مرتاح فيه ناس بتبحب كده تتواصل بصورة ايه شخصية فتعمل ايه في عندك هنا اما تروح الموقع نفسه هتلاقي قيمة كده مكتوب عليه عربي وتحتيها مباشرة التواصل مع الدكتور هلال اضغط عليها عشان تعرف ازاي الطريقة الصح انك تتواصل معها بصورة شخصية والحمد لله اللي تواصله معايا بصورة شخصية يعني التواصل بصورة شخصية بعد الاشتراك فاد ناس كتير لان قللت 99% من الاسئلة اللي كانت بتدور حوالين انا لمست انا مش عارفه وكلهم يا طرق انا خايف من العدوى بفيروس الايدز 99% في الاسئلة كانت بتدور حوالين هذا الموضوع لما قلنا اشتراك الحاجات دي اتقطعت تقريبا وما بقاش يجي غير الناس المهمين يعني او اللي عندهم حاجة مهمة فعلا ومحتاجين الاستشارة وكده انا خلصت ونقدر نقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واشوفكم مرة تانية في فيديو قادم ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة